قاسي سايد بما أنه تم تجديد رأس الهرم في الكرة الجزائرية رئيس الاتحاد وكل المكتب الفيدرالي لماذا لا يتم تجديد كل الهيئات الكروية في الجزائر وطرد كل المفسدين واجتثاث هذه الديناصورات التي تجثم على جسد الكرة الجزائرية وتمص دماءها منذ أزل بايد صعيب محمد بشتغير يعني تقريبا من الاستقلال واحد ما قدر يغير محمد كيف شدوك وليد صعدي في 15 شهر يغير من المستحيل لا يقدرش لا يوجد عصا صحرية لما تكلم لي تقول لي نغيره على سبيل المثال أعضاء الجمعية العمتة الاتحادية ما يغيرها؟ وليد صعدي راح يدير ينجاكس ويقول لهم يا جماعة يا جماعة راح نحيكم لازم تصوتوا باش نحيكم لا يقدرش هي اللي تقدر تغيير القوانين هي وزارة شباب والرياضة وليسادي ما يقدر يدير حتى شي نقول لك اليوم سيفري كين باريزم بلوجنة المنازعات تعالي العقوبات يقدر يدخل فيهم محمد هذا ما فعل هذا اللي يقدر يدخل نرى نفس الوجوه منذ عقود لماذا لا يرحلون لماذا لا يتركون الفرصة للشباب ماذا قدموا للكرة الجزائية يا سي محمد أنا قتلك اسمح لي ميدو يا محمد يا محمد أعضاء الجمعية شكون يقدر ينحيهم إلى القانون تعدوله هو ما يقدرش ينحيهم ماريز سادي يقول يا جماعة راح ندير ينجاكس ماش نحيكم ولا كيفاش ما يقدرش ما يقدر يغير أنا أقول تماما بأنه وليد سادي مطالب بتغيير قلتك بما أنه تم التغيير على هرب في الكرة الجزائرية لماذا لا يتم الآن التغيير في القاعدة ماش سهل محمد صعيب كثير باش نحياتش وتكلم ميدو صعيب كثير صعيب أنك تغيير الهرب أو تغيير القاعدة القاعدة صعيب أنك تغيير القاعدة الهرب سهل باش يتبدل كبسة زر يتبدل الهرب القاعدة هادي كلمت شخصا ما لم نكن تريد بداختنا ونapsesi لم يكن مددا هناك الوث اليوم أشيائي من التغيير داخل أثناء لم يكن إكلم لو كان لان أن councils نقول ي çıktون موضوع نانية، لأن لا تكون نية في الفوتبول الأرجرياء لأنهم ستكون نية قد تكون محقاً لا تستعد إلى أن يكون معهم برو لا تستطيع مشكلة على أثناء ديمقاط لأنهم يتحصل إلى البيت لأنهم يتحصل إلى نفسك لا تستطيع هل هذه الأشخاص أقوى من وليد صادي وقوى من القانون وأقوى من دولة؟ ما أقوى من الدولة والأقوى من الأخرى؟ يعني لو تكون إرادة سياسية في الجزائر كنت تكون إرادة سياسية باجتثاث هؤلاء الفسدة والمفسدين والديناصورات وتحويلهم إلى منازلهم أو تحويلهم ربما إلى السجون تقول لي رح يقدروا يوقفوا في وجه الدولة؟ لا ما تقدرش توقفوا في وجه الدولة ما تقول إيمان الله رحمه الله سبحانه وتعالى ثم الدولة ما تقدرش توقفوا في وجه الدولة ليس بصح اليوم لازم تكيف قوانين باش تخمتها اليوم لو كانت رح تدير هذوك للديسيزون تديهم هكذا وزارة شبيبه ورياضة عندك الفيفا مراقب تاني يعقبوك لازم تكيف القوانين وتكيف القوانين المسيرة للإتحاد الجزائري والقادم والتي قيلها ذات مرة من سنوات خالت قبل الكوفيد كالناس ما تتربية رحمها بالكوفيد وكذا وحنا ما بدلناش قوانين وما تعاقبناش لأنه كان هناك من يسوي حول إمكانية معاقبة الإتحاد الجزائري والقادم لو لا يتم تكيف القوانين سنة 2019 الحمد لله ما كيفناش قوانين وانا في 2023 وانا نمشي ونورمال ما تعاقبناش لذلك اليوم يجب إعادة تكيف قوانين إتحاد الجزائري لكوفيد القادم تغيير أعضاء الجمعية العامة يتم عبر تكيف هذه القوانين حينها يمكن أنه حاسب الرئيس واللي مع الرئيس والبرنامج وكل شيء لأني قلت لك في البداية المشكل ما لهش الرئيس المشكل في من يعشش في كورة القادم منذ 30 أو 40 سنة يعرفوا قال يرواز من جيهم يجيوك النهار يروحوا هاد الناس أسمع مولاكم في سبيلين أفور مع باليشانا نشانج مورا ديقاء من ناس لن يرحلوا وحدهم يجيب كنسوهم ميدو أعدوك تكنسوهم ملح تكنسوهم نجملك مصلحة كبيرة أسمح لي أكمل لك ماذا يقول ميدو كائنا ربيطات في الجزائر ربيطات تعائلات عائلاتهم مالي حاكمين الربيطات عائلاتهم حاكمين ربيطات نظام ملكي نظام ملكي شوف أنا نقول لك لا كنت نلعب محمد لا كنت نلعب كانوا كائنين وجوه وما زالهم اليومين هذا شوفتهم وليت مدرب شوفتهم رأني دوك رأني في التاقة أعود ما زالهم دايما يعني 40 سنة نعود إلى موضوعنا أمين هل المنتخب الوطني الجزائري قوي بالدرجة التي تمكنه من تسطير أهداف الوصول إلى النهائي ونصف نهائي كأس أمم إفريقيا في كوديفور أكيد أكيد أنا متفائل بأن المنتخب الوطني الحالي بتشكيلته الحالية ومع التدعيمات المرتقبة في التربصات المقبلة تفاؤل هذا نزل عليك بعد مباراة سينيغال لا والله غير متفائل حتى قبل مباراة سينيغال قبل مباراة سينيغال قتل الأداء قتل الأداء لا يبشر بالخير النتائج غير موجودة ولكن يبدو أن التفاؤل نزل عليك مباشرة بعد لقاء سينيغال لا لا محمد حتى مع الأداء حتى مع الأداء المتراجع المنتخب الوطني الجزائري كنت دائما متفائل لأنه لدينا الأسماء كيف تبني تحليلاتك من جهة تقول أداء غير موجود ونتائج غير موجودة ومن جهة متفائل هذا تناقض هذا ديكتاتوري من خليك تتكلم أنت تبني تحليلاتك على المعطايات المعطايات أنت تقول بأنه فيه أداء كارثي الوضع غير مستقر تغيير فيه التشكيلة في كل مرة المدرب فقد البوصلة وبعدين تقولي أنا متفائل نعم قل بأنه التفائل ونزل عليها بعد مباراة سينيغال ونخليك تواصل لا أخويا العزيز هذه قولها أنت أنا المدرائي هنا ماذا رأي محمد شيخي كين مدرائي اكتنا رأي وين ديره أنا دائما انتقدت الأداء في الفترة الأخيرة محمد وأنا أنتقد دائما حسب ما أراه نعم المنتخب الوطني منذ عامين تقريبا لا يؤدي جيدا ولكنه يفوز يا محمد في الكؤوس المغلقة أو في المنافسات المغلقة مثل كأس أمم إفريقيا ما يهمه هو الفوز وليس الأداء الدليل أمام منتخب سينيغال قدمنا أسوأ مباراة في كان 2019 لكننا فوزنا عنا مباراة نهائية تربح ولا تلعب هذا شيء معروف ثانيا تقريبا نفس الظروف المحيطة بكأس أمم إفريقيا 2019 هي نفسها الظروف المحيطة بالمنتخب الوطني الحالي تشكيلة فيها لاعبون جدد مثل ما كان عليه الحال في 2019 لما راهنا جمال بن ماضي على لاعبين جدد مثل بالليلي مثل بوداوي مثل رامي بن سبعيني لاعبون شباب في مقتبل العمر الآن نفس الشيء تشكيلة بالعديد من اللاعبين الجدد تغييرات مرتقبة أو استقدامات جديدة إضافات جديدة سيتدعم بها المنتخب الوطني الجزائري في التربصات المقبل ابتداء من شهر أكتوبر المقبل لدينا العديد من المباريات التحضيرية قبل كأس أمم إفريقيا وهذا أمر جيد في صالح المنتخب الوطني الجزائري شاهدنا جرينتا اللاعبين في مباراة سينغال هذا ما يبعث التفاؤل إذا حضرت جرينتا اللاعبين الجزائريين فالأداء لا يهم رغم أننا من عشاق الأداء الجميل نعم إذن الناخب الوطني متفائل إلى حد الوصول للنهائي رئيس الاتحاد متفائل إلى حد الوصول إلى النصف النهائي قاسي ساعد متفائل إلى حد الوصول إلى دور ويقول دور نصف النهائي أنا أقول سعيبة كثير في أدغالي في القيام إلى أي دور يمكن أن نصل قدرت لحق الدور نصف النهائي